أعزائي أبنائي وبناتي طلبة السنة النهائية أولا السلام عليكم ورحمة الله وثانيا أتمنى لكم إن شاء الله كل توفيق في امتحاناتكم بإذن الله تعالى الفيديو ده بس علشان أفتح لكم شوية معلومات بسيطة تركزوا عليها وأقول لكم إزاي تناول أسئلة الامسي كيو في الـ Pre-Protetic Surgery وألفت نظركم لبعض التريكس المهمة جدا علشان دي أمركزين أولا أنا محتاج تركزوا على المعلومة طبعا وده مفروغ منها إحنا شرحنا بما فيه الكفاية فالمعلومات واضحة في الفيديوهات والعلم واضح فيها يعني المعلومات العلمية واضحة ما فيهاش خلاف فالتركيز على المعلومة ده نمرة واحد تاني حاجة مهمة أوي التركيز على اللفظ يعني التركيز على اللفظ يعني أخد بالي من رأس السؤال كلمة نط في النص تلاقي رأس السؤال مثلا 3-4 سطور كلمة نط في النص تخلي في المعنى تماما للإجابة اللي انت هتختار لو ما كانتش كلمة not يعني not to be مثلا بدل ما إثبات المعلومة فيها بتخلف تماما فما بتيجي في وسط سؤال كبير ممكن تدهم منك في النص فأرجو قرية السؤال بدقة وبتأني رأي السؤال علشان هي دي التركات احنا هنا بنختبر في الامتحان الغرض منه او ال-IL-O's اللي احنا عاملينها الغرض منها برضو اختبار تركيزك او تركيزك في الامتحان بصورة بديهتك او بديهتك لان انتوا بعد كده هتكونوا ان شاء الله بكاترة زملاء بعد اقل من سنة بعد شهور فلازم يكون عندك شخصية تقدر تتعامل مع الموقف ازاي مش مجرد معلومة وخلاص فمهمة قوي تركز على اللابز كمان مثلا ممكن يجي لك هتديك امثلة ممكن مثلا يجي لك جملة طويلة عريضة واضحة قوي وتلاقي في النهاية ان كلمة فرينوتومي من فرينيكتومي تخلف لك المعنى تماما فزي ما شرحت في المحاضرات كلمة اوتومي وايكتومي ايه الفرق بينها ونرجع للمحاضرات لو مش فاهمينها او مش فاكرينها ممكن تخلف الاجابة تماما في النص فالتركيز على اللابز مهمة قوي في حتة ان انا بنفي السؤال ولا باثبته في رأس السؤال والالفاظ اللي ما بين الكلام اركز قوي قوي فيها لان دي مهمة قوي في حل اسئلة الامسي كيو بتاعت البري بروتاتيك بالذات انا بتكلم عن الموضوع اللي انا شرحته الحاجات المهمة اللي لازم تكون عارفها وتركز عليها بالنسبة للبستي برو بلاستي من المواضيع المهمة جدا 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 واعتقد ان الفيديو بتاعه كان شرحه وافي وكافي والمحاضرة برضو كانت وافية وكافية مهمة او تعرف اماكن الكاتس فين اللي بنعملها بالنسبة لثري تكنيك انا عندي كازينجين ثم موديفايد كازينجين اللي هو بيسمى كلاركس تكنيك ثم لب سويتش تكنيك اللي هو اسمه اوفو جيزر تكنيك وبرضو الترتيب التاريخي زي ما قلنا في المحاضرة ان كازينجين كان نمرة واحد لب سويتش او اوفو جيزر كان نمرة اثنين ثم موديفايد كازينجين او كلاركس كان نمرة تلاتة زي ما قلنا في الترتيب الزمني في المحاضرة قبل كده فمهمة اوي تعرف اماكن الكاتس بتاعت كل التكنيك فين بالزبط مهمة اوي مهمة اوي تعرف اماكن السوتشارز فين بالزبط هتخيط اي في اي في كل التكنيك نرجع للمحاضرة للفيديو مشروعها بكل دقة و بكل تفصيل ما بيخبهاش انا بقول لك دلوقتي بحدد لك معلوماتك ازاي تتناول الامتحان وتركز على اي مايفوتش منك كتركات في الامتحان اماكن السوتشارز انا بخيط انهي فلاب مع انهي فلاب انهي سيرفس مع انهي سيرفس مهمة اوي كلمة اوتومي واكتومي زي ما قلت من شوية مهمة جدا هتخلاف لك المعنى كلمة اوتومي انا بعمل يعني دايما بعمل لينجوال فرينوتومي بينما الليبيال فرينيكتومي فمفيش حاجة اسمها الليبيال فرينوتومي ومفيش حاجة اسمها لينجوال فرينيكتومي فاحد يعني احدد كلامي او اركز اوي في السؤال بيقول ايه بالزبط من حاجات اللي ممكن برضو تلخبطنا مثلا عند التوراس بلاتينس أنا ممكن مثلا أما أكثر توراس بلاتينس غصبة عني بزيادة هتعمل الكوميونيكيشن على فين هتوصل لفين نوصل برضو ندخل الفيديو عشان نشوف أنا مش بحط أسئلة انتحان دلوقتي مش بغششكم أسئلة لكن بديكم عن الأسئلة ممكن تيجي إزاي وطبعا أنتو عندوكم فيديو واضح جدا فيه تمن أسئلة MCQ ومتجوبة يعني الكلام مش جديد ممكن تلاقوا أسئلة مشابهة لها طبعا ما فيش أسئلة بالنص بتنزل منها لكن ممكن في أسئلة محورة هتلاقي بتنزل منها يعني مثلا انت عندك السلايد التانية مثلا أو السؤال التاني كان في MCQ من الثمان أسئلة لأنا كنت حاطتهم كان اللي هو بيكلم عن وإيه اللي يناسب معاها بالنسبة للعيان اللي هو عنده وده أنا شرحته في المحاضرة بالتفصيل وموجود في الفيديو بالتفصيل فده مين اللي ينفع معاه فممكن نيجي مسلا سؤال زيه بس بصيغة تانية فالأسئلة متحورة لكن بتدور حوالين نفس المعنى لأنه مش هنجيب جديد من بره فأنا ما شوف الأسئلة اللي موجودة في الفيديو بتعلقت MCQs اللي أنا كنت عامله في أسئلة هتلاقيها مشابهة في الفكرة لكن الألفاظ متغيرة شوي وطبعا في أسئلة ستريت فورورد وإحنا متحننا كله مشتركات يعني في أسئلة في ستريت فورورد وفي أسئلة فيها تريكس شوي عشان نميز الناس اللي فهمه والحضرت والبتابعة الموضوع عشان أعوز خرجك فاهم الموضوع فمهم قوي أعرف تحوير السؤال بيجي ازاي عندي مثلا زي برضو السلايد أو السؤال كان اللي هو الرابع في MCQ اللي هو كان بتكلم عن راديكال ألفليو بلاستي برضو دي حتة زي ما قلت أنا بركز على اللافزي يعني رأس السؤال كان بيقول زي ما انتم شايفين كده راديكال ألفليو بلاستي لكن أنا ممكن أمارس سؤال في الهواجة وفي سرعة وفي ضغط الامتحان ممكن أقرأ بقى أكيد في الراديكال هيعمل الإجابة الفولينية تطلع غلط كلمة بتحدد لي زي ما كانت في الإجابة أنه هو اللي هو تمام كانت إجابة اللي هي الأولى كانت هيدي صح ما بيعملش إيه في الراديكال لأن فعلا ده مش في الراديكال ألفليو بلاستي ده في الليبيا البليت ألفليو بلاستي كان في الراديكال ألفليو بلاستي أنا بشير كله فبديكم مثال على يعني إيه يعني ده السؤال نزل لكم بإجابته فأنا مش بغاش السؤال في المتحان بقول ده نزل وكانت كلمة دونوت دي هي التركة اللي لسه كتبقول من شوية تركيز على اللفظ مهم جداً يا عندي مثلاً كان السؤال السادس أو السلايد السادسة برضو بدلل بها زي ما أنتوا شايفين هاته السلايد قدامكو على كلمة فرينوكتمي فرينوتومي يعني عندي هنا كان بيقول رأس السؤال أنا عندي في لخبطة في الكلام فأنا لازم أركز أنه هو طبعاً ده هو الليبيل والليبيل ما ينفعش يجي معها فرينوتومي يبقى أكيد هو الليبيل فرينوكتمي فده دلالات من الأسئلة اللي قريدي نزلت لكم إزاي اللفظ ممكن يغير المعنى واخد بالي منه تمام؟ مهمة أو في الفيستيبول بلاستي أنا قلت أماكن الكاتس فين مهمة جداً أماكن السويتشارز بخاية مين مع مين مهمة جداً التيشو كافرج إن فيستيبولاستي مهمة جداً يعني أنا مين تيشو اللي بيغطي مين؟ يعني هل تيشو بيغطي بون ولا بيغطي صوف تيشو تاني؟ ومين اللي بيغطي مين في التالتة تيكنيكس؟ مين الفينترا بتاع ده بيغطي ليبيل بتاع مين وهكذا؟ مهمة أوي أعرف التيشو كافرج مين مع مين؟ يبقى أنا مهمة التيشو كافرج السويتشارز بعملها إزاي؟ أماكن الكاتس بعملها إزاي جالي سؤال من إحدى زميلاتكم أو بعض الناس سألوني عن اللي باستخدمها في الpre-prothetic surgery هل باستخدمها مع كل الpre-prothetic surgery؟ لا طبعا اللي باستخدمها مع الـ vestibular blast باستخدمها عامة و بتستخدمها في و بتستخدم مع الدين شرف الشراتم باستخدم معها علشان يمسك لي الكوباك موجودة عندي عشان ما يلحمش تاني اللي تشوز مع بعضها وتغفل الميوكوباك الفولد فده إجابة على سؤال الـ stents إنها مش مع كل حاجات الpre-prothetic surgery سؤال برضو كان جالي هجاوب عليه منكم اللي هو أما بقطع في الفلوروف دا ماوت عشان أعمل لينجول فريناتومي هل بقطع موازي ولا لأ ولا ميل عشان أتجنب إيه فأنا برجع للمعلومة تاني أنا بقطع موازي لمين في اللينجول فريناتومي ارجعوا للفيديو هتشوفوها المهم علشان أتجنب أتجنب أطع الساب منديبلر داكت مش جلاند الساب منديبلر داكت أو ساب منديبلر جلاند مهمة قوي الحتة دي لأنا عندي في الفلوروف دا ماوت أنا عندي اللي هي الساب منديبلر داكت اللي هي المفروض اسمها وارتونز داكت وارتونز داكت دي بتاع الداكت بتاعة الساب منديبلر سليفري جلاند والساب منديبلر موجودة تحت الميلوهايويد جزء منها وفوق الميلوهايويد جزء تاني بينما الساب لينجول داكت اسمها ريفيناس داكت دي ماشية سايد ان سايد مع الساب منديبلر بس يديره فياعة جدا ممكن يحصلها انجوري برضو بس مش يدير من داكت اللي بشوفها تحت اللسان وطبع احنا عارفين وبمناسبة الداكت اللي هي البروت الداكت اسمها ستينسونز داكت فأنا يهمني قوي اننا القطع بتاعي أو اتجنب قطع الساب منديبلر داكت مش الساب منديبلر جلاند زي ما ناس سألتني على الوقت ساب ساب منديبلر داكت انجوري هو دا اللي بتجنبه مش بتجنب الانجوري للساب منديبلر جلاند دي كتفكرة مش هطول بقى عليكم اكتر من كده عشان اعرف وقتكم داية فكتفكرة عامة ازاي اركز في اسئلة الامتحان واركز على ايه بالزبط اعرفه كتريكس انا بتكلم تريكس لكن الامتحان بقيته ممكن يجي اسئلة دايريكت وطبعا دايريكت دا واضح في الفيديوهات واضح في كل حاجة ان اسئلة دايريكت ما فيهاش اي لف والدوران لكن حبيت بس اركز لكم على الحاجات اللي فيها لف ودوران شوية علشان اه ما تفجؤوش بحاجة وعشان يكون ان شاء الله الامتحان ثالث بالنسبة لكم وزاي بقولت لكم في الرسالة اللي الصوتية قبل كده ان انا مش غرضنا نعقاتكم يعني نخفق توقعاتكم ولكن احنا غرضنا نعلمكم في النهاية علشان كان بنقول المعلومة وحلها وزاي ما قلت برضو في بعض الاسئلة بتيجي زي اللي هي فدي بتبقى مشكلة وتشوف حلها الحلول الموجودة عنك في الاجابات تختار واحدة منهم اتمنى يعني يكون الفيديو ده في افادة ومساعدة البكرة وتسهيل لطريقة المذاكرة وتحديد لها بقدر الامكان وان شاء الله جود لك باذن الله تعالى ولا تنسوني طبعا من خالص دعائكم بالغيب لعل دعاكم هو يكون المنجي ان شاء الله في الاخرة شكرا جزيلا الحسن استماعكم وان شاء الله اراكم على خير زملاء اعزاء بعد كم شهر باذن الله تعالى